موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبكم في فيديو جديد الفيديو اليوم تكملتاً واحد الفيديو كنت جدت في القناة ديال فييزار ميصر الالكترونية وانها مكيناش الالكترونية المغربة فبزاف ديال الناس يأخذ واحد تصريح الالكتروني لأساس انه فيزا الالكترونية وفي اعلان يمكنك التخليبه لمصر ولكن لا يمكنك التخليبه مباشرة من المغرب مثلاً مع الطيران المصري اللي كيكون من كازا كاييرو مباشرة يعني الدربية القاهرة مباشرة لا بد انك تجيليه من باس اخرى على سبيل المثال تركيا يجب ان تركب من الدربية لتركيا يعني غير زيادة تيارات باش انك في الاخر تخلفوا باحد اللي سيباسي اللي ممكن يقبوك في المطار يقولك ودي هذا ما ديش فباش نأكد لكم الشي كنت دفعت الفيزا هنا مصر ها هي اه لنصلاتني البرح دفعت موحدة لاجونس في الرباط بالنسبة لي انا دفعت من الدار يعني ما محتاجيش بشان اني ندي بلصة تلل الرباط باش ندفع الفيزا مجرد اني نسفت لهم الورق ديالي في الستيام من بعد وقت الميل في ديالي ودفع الفيزا خرجت لي الفيزا وعودت اني ارجع لي الدوسي ديالي في الستيام بروسيس عادي سوف ينتظروا على الموضة الطلابات كيف يطلبوه فكيني نجوج لفئاتي كيني الناس الذين يكون لديهم الورق ديالي لهم ديال الخدمات اللي ممكن يدفعوا عادي بشهادة العمل وكيشف حساب بانكي تكون لديهم اقل 5.000 درهم يعني ما طالبين فلوس بزاف فالناس الذين لا يكونون لديهم الورق فممكن يكون لديهم برنامج سياحي ويكون لديهم امفيتاصين من ميصر ويكون لديهم بشكل عادي الناس مثلا لبنات من الدرل اللي كيكون لديهم غادي يدراسوهم ويكون لديهم اتباتي فنحن كندلوهم امفيتاصين او الاجنس كادينام امفيتاصين وكيمكن لهم يأخذوا فيزا بشكل ساليس وعادي جدا محدهم بها اي واحد فكا غادي نكون وصلت لفن للفيديو بروسيس صراح بسيط جدا يعني شهلة الاعمال وكشف حساب بانكي ماشي شيوراق لديهم كثير بزاف فالمعلومات ديته راح تطوم في صندق الوصف اي واحد كيت تواصل لكيس تفسر كيس ولا شي حاجة شاو